من جانبه شدد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش شدد على أهمية المضي قدما في مسألة التعهدات والالتزامات المتعلقة بقضية المناخ وأضاف جوتيريش خلال لقاء ضمن فعاليات كوب 27 أن صوت الجميع يجب أن يكون مسموعا في مختلف الفعاليات الأممية من الضروري أن نمضي قدما في التعهدات والالتزامات النوع الاجتماعي وحق النساء هو أمر مأساوي منذ أن بدأ الكوفي العديد من المناطق وهناك التغير المناخي يكون له تأثيرات أكثر شدة وأكثر حدة على المرأة حين التقيت مع الرئيس كان هناك ثلاثة نساء ورجل واحد والآن لدى نساء تمثيل جيد على المستوى المرتفع لديكم مديرين كبار في الأمم المتحدة والسؤال الخاص بالنوع الاجتماعي هو سؤال يتعلق بالسلطة وبالقوة وفي مجتمعات يسودها الرجال وما يحدث أن الأمور تتغير وأن نهدف دائما أن لا يكون هناك تقليل لضوع المرأة هذا أمر يجب أن نعرفه فيما تعلق بالمجتمعات السكان الأصليين لدينا نظام التمثيل الخاص بالأمم المتحدة وفي المؤتمرات يكون هناك آلاف من المشاركين وليس على مستوى كل اتفاقي هذا أمر يحترم لأن هناك ظروف مختلفة تشمل هذا الموضوع وأنا بشكل خاص أتحدث عن المناخ وعن التنوع البيولوجي هذه هي القضايا التي أتناولها في هذا الصدد إذن لديك الكثير لتعلمه للناس ويجب أن يكون صوتكم مسموعا ليس لدي مشكلة في لقائكم ليس لدي مشكلة في أن أقابلكم إلا أن يكون في هذا الكوب في الكوبة التالي